إذن العودة كل ما تحتاج معرفته سنشرحه لك فيما يلي إذا كنت في فترة تجديد إقامتك وتحتاج إلى السفر وتحتاج إلى الخروج وإقامتك قد انتهت صلاحيتها لديك إمكانية طلب إذن العودة كيف يتم ذلك؟ كيف يتم طلب إذن العودة؟ يمكنك القيام بذلك من خلال مركز الشرطة في محافظتك أي مركز تفضله أو الذي يمنحك الموعد أولاً دائماً بحجز موعد يجب عليك تقديم نموذج يسمى X03 ملؤه وتقديمه وأيضاً يجب عليك تقديم رسوم 790,052 ماذا سيمنحك؟ سيمنح لك 90 يوماً إذا لم تتهي صلاحية البطاقة بعد والمدة المتبقية بعد انتهاء صلاحية البطاقة والتي ستكون أقل من 90 يوماً يعني المدة المتبقية من الثلاثة أشهر التي لدينا بعد انتهاء صلاحية الإقامة لتشديدها بمعنى إذا طلبتها بعد شهر من انتهاء الصلاحية سيمنحونك الشهرين المتبقيين عادةً يعتمد ذلك على مركز الشرطة يفضل إحضاء مستند يوضح سبب سفرك مثل مرض أحد الأقارب زفاف قريب أو صديق وتذكرة الذهاب هذا هو الوضع الطبيعي أيضاً صحيح أن هناك مراكز شرطة لن تطلب منك ذلك سيرون ببساطة أنك قد جدت انتبه من المهم جداً أن تكون قد طلبت التجديد لا يمكنك طلبها قبل أن تكون قد طلبت التجديد ولكن هناك مراكز شرطة ستمنحك الإذن دون الحاجة إلى تقديم مستندات أيضاً كما أن هناك مراكز شرطة تمنحك الإذن في نفس اللحظة وهناك مراكز تطلب منك العودة بعد يومين أو ثلاثة إذن إجراء يعتمد على مركز شرطة قد تحتاج إلى تقديم مستندات أو الانتظار بضعة أيام لاستلام الإذن أو قد لا وتستلمه في نفس اليوم ولكن الإجراء دائماً هو نفسه أولاً تقديم طلب التجديد ثم استمارة OX وتحتاج إلى تقديم مستندات وبعدها دفع الرسوم وأمر آخر مهم يجب أن تأخذه في الاعتبار هذا الإذن يسمح لك بالعودة إلى إسبانيا فقط عبر الحدود الإسبانية ببطاقة الإقامة يمكنك الدخول من أي مكان في الاتحاد الأوروبي ولكن عندما يكون لديك إذن العودة يجب أن تدخل حصرياً عبر الحدود الإسبانية هذا مهم جداً أيضاً وأوصي رغم أنه ليس ضرورياً داخل الاتحاد الأوروبي إذا كنت في عملية تجديد وانتهت سلاحية بطاقة الإقامة أن تحمل معك قرار التجديد والقانون الذي ينص على أن الإقامة تظل سارية أثناء عملية التجديد لأنك قد تواجه شخصاً غير متعاون في المطار وفي نقطة تفتيش الذي يرى أن سلاحيتها قد انتهت ويطلب منك تقديم تجديدك وقد يضع بعد العقبات خاصة في المطارات لذا من الأفضل دائماً أن تحمل معك طلب التجديد وبطبع القانون الذي ينص على أن الإقامة تظل سارية أثناء عملية التجديد أتمنى أن تكونوا قد استفدتم تحيتي